بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا شك أن البحث في حقوق الإنسان له أهمية كبيرة من جوانب متعددة وهو موضوع متجدد ومتطور بتطور الأزمنة وقد مرم هذا المفهوم بعدة تحولات أهمها التحول من دائرة الأخلاق إلى دائرة القانون منذ القرن السابع عشر الميلادي عبر التجارب السياسية واكتهادات المفكرين والفلاسفة لتأتي الشريعة الإسلامية وتعطي لهذا المفهوم بعدا عالميا من منطلق عقائدي لم ترك إليه التشريعات والاتفاقية الدولية بعد وانعكاسا لذلك تبلورت حقوق وحرية الأفراد في شكل إعلانات عالمية ومواصيك دولية شكلت مصدرا دوليا اعتمدت عليه الدول في وضع دستيرها مما يعد رمزا للتطور والرقي وعنوالا للوحدة القانونية بين مختلف أعضاء المجتمع الدولي رغم الاختلاف في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي ورغم ذلك إلا أن هناك تحدي يواجه تلك الثوابت أفرزتها فكرة العلمة والتي أصبحت ظاهرة مؤسرة في وقتنا المعاصر لما تحمله في طياتها من تغيير في الهوية الثقافية والاقتصادية والسياسية لمنطقتنا العربية ولكن الأمل معقود على التربية بمناهجها المختلفة لتحصين الأجيال بالعلم والمعرفة وترصيخ الثوابت الوطنية النابعة من الثقافة والتاريخ لتلك الدول ويدعوة للإسهام في العالمة فنكون فاعلين ومؤثرين ومستفيدين من تقنياتها بدلا من أن ننشد الماضي ونبقى مع تفرز فيه العالمة جانبها السلبي فلكل مجتمع فلسفته التي تعكس طراصه الثقافي وقيمه والمبادئ التي تسوده والإحتياجات والمشكلات التي يهدف إلى حلها والأهداف التي يحرص على تحقيقها والتي ينبغي أن يتخذها مرشدا لسلوكه في الحياة ونعلم تمر به البلدان العربية من حراق ثوري وتغيير على المستوى السياسي يظهر مدى تأثر حقوق وحرية الإنسان والهوية العربية بفكرة العلمة مما دفعنا إلى القول بأنه لا يزال من الصعب إرساء نظرية عامة تحفظ للإنسان حقوقه وضماناته نظرا لاختلاف الأهواء وتأثر السوابت التاريخية والثقافية والبيئية بهذا الغزو الفكري الذي أتت به رياح العلمة في جانبها السلبي دون أن تعد الدول العربية العدة لمواجهة هذا الغزو وبالتالي خلت مناهجها الدراسية من القدر الكافي لتحصين ومد الأجيال الحالية بالعلم والمعرفة وترصيخ سوابة الهوية والمواطنة من تلك الأفكار وعلى الرغم من ذلك إلا أننا لا نستطيع أن ننكر ما حققته العلمة من إيجابيات في علمة قضية تلك الشعوب التي لا زالت تناضل من أجل حقوقها وحريتها على نطاق يتجاوز الأطر المحلية والقومية ليربطها بالآخر مكانياً وزمانياً حتى صار لنضالة الكشعوب آفاقاً بعيدة تجسدت صورتها في العديد من المحافل الدولية ما بين ندوات عقدت ومنظمات حقوقية تحرقت وتكتلات إقليمية بدأت تنحز إلى نضالة الكشعوب إلا أن هذا التطور الأخير من نظر إلى صياقه وخلفيته ووظيفته على المستوى الدولي والإنساني لا يزال يواجه تحدياً أمام فكرة الاستبداد التي سادت بعض المناطق العربية وهكذا لعبت العالمة دوراً هاماً في مصاري ومآل الثورات العربية وتردي حقوق وحرية الأفراد نخلص من هذا إلى توجيه الأنظار نحو الأخطار التي يمكن أن تحصل على الجانب المتغير من الهوية العربية في عصر العالمة حيث يتم توظيف المعلومات العالمية بما يخدم مصالح الدول الكبرى المهيمنة على صنع القرار في المجتمع الدولي وبالتالي فإن المخرجات ستكون فرضاً مكتسباً لنوع معين من المعلومات العالمية تمكنه من العمل والتفكير بشكل معين يعمل على خدمة مصالح وأهداف الدول الكبرى وقد انتهينا في دراستنا هذه إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نجملها فيما يلي بالنسبة للنتائج أولاً أن مفهوم حقوق الإنسان يعد مفهوماً ملناً فهو يتطور مع تطور المجتمع عبر الأزمنة المختلفة كما أنه ليس بفهوماً مجرداً وإنما يحمل في كنفه معناً سياسياً وأيدولوجياً ثانياً وضع الإسلام منهجاً متكاملاً يحفظ حقوق الإنسان حتى تظل مصدر أمان واستقرار للإنسان وسعادة للإنسانية في كافة الأزمنة والأمكان ثالثاً أن هناك حقوق طبيعية للإنسان سابقة على وجود المجتمع والسلطة بحيث لا يلغيها أي نظام رابعاً باندلاع الثورة الفرنسية تطور مفهوم حقوق الإنسان يرتدي ثوباً جديداً أنزاك تمثل في بداية عولمة هذه الحقوق على مستوى الفكر الوضعي والتي كانت بمسابة البزر الأولى للبعد الدولي والعالمية لحقوق الإنسان خامساً أن حقوق وحريات الأفراد لم تتحول من دائرة الأخلاق إلى دائرة القانون إلا ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي أما سادساً فأن فكرة عولمة حقوق الإنسان على مستوى الفكر الوضعي تنطلق من فكرة الحريات وفكرة العقد الاجتماعي وفكرة الحق الطبيعي أما بالنسبة للتوصيات أولاً لتجنب التأثير السلبي للعولمة نرى أنه من الضروري وضع إطار عام يتضمن أيدولوجيات وحدود ومعايير اجتماعية واضحة للتصميم المناهج الدراسية وإعادة سياغة الآلة الإعلامية مما يجعل لجميع تلك الأنشطة التربوية والإعلامية بعدها المحلي الواضح عندما تستفيد من المعلومات العالمية ومن هنا فإن الولاء المحلي الواضح يعد جزءاً هاماً في التربية وحتى نستطيع أن نواكب التطور العالمي ونساهم في فكرة العولمة عن طريق تنمية وتربية وسياغة فرض محلي بمنظور عالمي يعمل محلياً بالاستفادة من المعلومات الخارجية المنطقة رغم ما يقابل هذا الطرح من تحديات على المستوى الواقع والتطبيق هذا فضلاً عن أهمية أن تتداخل ثقافة الأجيال لكونها تسهم في تنميتها وإغنائها من خلال الاستفادة من حضارة الآخرين والإسهام في الحضارة الإنسانية ثانياً ننشي للمجتمع العربي ضرورة ترصيخ مفاهيم المواطنة والثوابت التاريخية والاجتماعية عن طريق عقد الندوات وإقامة المؤتمرات مع تشجيع وحس مؤسسات المجتمع المدني على هذا النهج أما ثالثاً فنرى من جانبنا أنه يقع العبء الأكبر على المؤسسات التعليمية وبخاصة المؤسسات الجامعية نظراً لدورها في تكوين ثقافة الشباب والتأثير المباشر في توجهاتهم الأمر الذي يدعون إلى حس تلك المؤسسات على تخصيص مقررات دراسية تنمي من شعور المواطنة وتؤكد على احترام حقوق الإنسان وندعو إلى تبني النظرية الإسلامية في هذا الصدد بمعنى أن يكون ترصيخ تلك الحقوق في وجدان الشباب والطلاب من منظور عقائدي رابعاً نود لفط النظر إلى أهمية هذا العمل على التنمية الاقتصادية في بلادنا العربية نظراً لخطورة البعد الاقتصادي على صنع القرار وسيادة الدولة وأخيراً أشكر القائمين على هذا المؤتمر وأتمنى لهم النجاح في مصيرتهم العلمية والإسلام في المعرفة والثقافة في كافة المنطقة العربية وشكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة